أولنا لازم يكون مع الدوري الأسباني ومع ريال مادريد لأنه الموضوع حلو ودسم وتحب أنك تتفرج عليه وتسمعه وتشوف القصة من أولها لحد آخرها أنا الحقيقة كنت مستغرب جدا أن جوارديولا بعد ما عد عليه كل العتاولة من مثل إنيستان تشاظي لكل أنواع اللعيبة الكبيرة اللي وصلوا إلى لفل الأساطير أنه يبدي هذا التعجب في 2021 لما تفرج على بلينجهام في أرض الملعب لما شاف بلينجهام قال للناس لا يمكن يبقى صدق في عمره ده مستحيل يبقى عنده 17 سنة القرارات دي اللي في الملعب الشخصية والزعي على أن الكورونا ما بيجيليش وليه أنا مش كورونا بيجيلي وبالعب وبانقل الملعب شخصية كبيرة جدا لواحد سنة صغر جدا ولما تشوف الكواليس مع منشستر يونيتد الناس جوه النادي يحكوا أنه بلينجهام لما راح النادي هو والده تمهيدا للانضمام الذي لم يتم المنشستر يونيتد اتفاجهوا أن أبوه بيسأل النادي عن المدربين وتغييرات المدربين وسر العمل وسر النادي بل وطلب من إدارة النادي توضيح كامل بشأن إذا كان بلينجهام هياخد دقايق قد إيه بالضبط مع الفريق الناس حاولت ترد على قد ما تقدر لكن في النهاية وصلوا أنه إيه يا أخي ما بنراحة علينا يعني فاستغل بروسيا دورتوون بالموقف وراحوا لبلينجهام بعرض كان يبدو مثير جدا وقالوا له أن أنت معنا هتحصل على دقايق لعب وده كان في حوار نشر عبر بي بي سي لما بالجهام اتكلم وقال أنه في دورتووند عرضوا علي الموضوع بالشكل له علاقة بدقايق اللعب وقال فيه إذا جئت إلى هنا ده الكلام دورتووند قال لهولو يعني إذا جئت إلى هنا سنطورك وسنأخذك وسنأخذ دقائق لعب وستكون لعب دولي خلال عامين بالتأكيد تريد اللعب في فريقك الذي تشجعه طوال حياتك لكن الوصول للقمة وإثبات إمكانياتك ده اللي هيحصل هنا في دورتووند وده اللي حصل إيه علاقة ده بقى باللي حصل للإسبوع ده مع انتقال بلينجهام لريال مدريد وبداية المباراة مراسل شبكة ده أتلاتيك كان موجود في ألميريا في مباراة ريال مدريد مع ألميريا شاف بعض الكواليس هناك كانت بالنسبة له غير عادية مثلا لقى أنه بعد نهاية المباراة فيه اتنين زباط شرطة اتنين زباط شرطة موجودين وقفين وراء الملعب وبيستعدوا أن هم يستقبلوا اللعب وهي خارجة فاعتقد الراجل أن الزباط دول بيعملوا شغلهم يعني عادي يعني لغاية ما تفاجئ أنه واحد منهم راح لبلينجهام وطلب منه أنه والتقت صورة معاه والتاني كان جاهز بالتليفون مفتوح بالكاميرا علشان يتصور مع بلينجهام بيقول الراجل أن التأثير اللي أحدثه بلينجهام في ريال مدريد مش ممكن عقلي هتخيله وهنا التأثير بعيدا عن الفنيات العظيمة وأن الراجل بيعوض ولو لمدة مبارتين تعايد كريم بنزمة ورحيله عن ريال مدريد لأنه بيعمل كل حاجة في الكورة وكانه مهاجم يعني لكن التأثير هنا له علاقة بالبيئة نفسه تعالوا نشوف مع بعض الحكاية اللي حصلت في ألميريا واللي المشاهد فيها بتقولك إلى أي مدى وصلت قيمة بلينجهام بالنسبة لجمهور ريال مدريد تبقى لما ذكرته أو لما ذكره مراسل شبكة دا أتليتك المصبع بعض مقال جولير موراي مراسل دا أتليتك بعنوان ظاهرة بلينجهام تحتل إسبانيا على الرغم من المسافة والاختلافات الثقافية مع موطنه بيرمنجهام لم يفكر العديد من جماهير ألميرية في التوجه للملعب علشان يرتدوا قميص ريال مدريد رقم خمسة بتاع بلينجهام وقيم معرض المدينة وكان بلينجهام حاضر على شكل أوشحة وقومصانت شرطات عليها وشه وكأنه هو أهم العيب موجود النهاردة أهم حد موجود النهاردة كان موجود في كل مكان في المباراة وكان أكتر حد بيتم الإشادة به لدرجة أنه لما تم استبداله في الديه 81 كان الأمر متشابه جدا أنه بيرمنجهام بياخد دايما تصفيق حار رغم أنه كسب الفريق الجمهوره موجود واحتفل كمان بالهدف الأول بطريقة إيرلنجهالند اللي ممكن تبقى مستفزة أحيانا لجماهير ألميرية لكن بيقول الجولارمو مع ذلك لم يثر ذلك الاحتفال غضبا في المدرجات وبعد صفرة النهاية اخترط بالجماهير المنتظرة حول خلفية الأستاذ وأهدى قميصه في إيماءات أخرى كثيرة تميز شخصيته اخد بالك بقى فينيسيس جونيور بعد ما سجل جون الثالث احتفل بنفس طريقة بيلنجهام بل وخرج بعد المباراة قبل ما يكلم على أي حاجة اتكلم على أنه يتمنى أن العلاقة مع بيلنجهام تكون هي نفس العلاقة اللي كانت بينه وبين كريم بن زيمة التالتة كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل أي سؤال موجود عن أي حاجة تخص أي مباراة في المؤتمر ما قبله وما بعده يسأل أولا عن بيلنجهام كل حاجة في ريال مدريد أصبحت تسير على بصلة بيلنجهام شخصية قوية جدا رجل محبوب عرف أنه زي روح يعرف ياخد اللقطة لدرجة أنه في نهاية المقال ده الرجل بيقول أننا بقينا دلوقتي عايشين في زمن هو زمن بيلنجهام مش زمن فينيسيوس وحضراتكم فاكرين الحلقة اللي قدنا اللي فاتت تتكلمنا على أنه فينيسيوس ده كان اللعيب الوحيد في ريال مدريد اللي يستاهل تغير الخطة عشانه لكن يبدو أنه بيلنجهام وتعامله مع اللعيب الكبار زي توني كروس وأنه الهد تهد اللي أصبح موجود بينه من أي حد فرض شخصية كبيرة في وقت قليل بعيدا عن الفنيات العظيمة اللي كانت موجودة على مدار المباراة حقق ريال مدريد اللي فوز بعد ما كان متأخر وبالنجهام كالعادة هو اللي صنع الشو وكان يستحق بالفعل أن يكون نجم المباراة